اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدولة بتوفر لنا امن وامان بمراكز والشرطة المواطن كمان مسؤول عن الامن والامان في بلدنا فازاي المواطن من الناحية السياسية ان هو يحافظ على المنشآت البلد ويحافظ على المؤسسات بتاعتنا بتاعت الدولة طبعا هو عليه دور كبير في ان هو يحافظ على الامن والامان في الدولة والوطن بتاعه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انا متشكرة ان انا موجودة معاكم طبعا طبعا لن يتحقق الامن والامان وهو على طاق فاصل وحيد في المجتمع الامن مش مسؤولية الشرطة وحدها الامن مسؤولية كل فارض وكل مواطن بيعيش على ارض الوطن فبالتعاون يمكن ان نحقق اعلى درجات الامن والامان برضو في برضو حاجة تانية برضو غرز حب الوطن في نفس الابناء الصغار ان كل مواطن يجب ان يعلم اولادهم منصو الصغر حب الوطن ان يغرز هذا الحب في نفسهم وبالتالي لما يكبروا الابناء هيحملوا الوطن في قلوبهم وبالتالي هيضفوا عن الوطن ويحافظوا عليه طبعا ويتوقفوا عن اي عمل سلبي ضد الوطن يعني هذاك بتقولين الاهل عليه عامل ان هو بيطلع نشأ ان هو ازاي بيخلي يدعم في روح حب الوطن وازاي ان هو مسؤول زيه زي الشرطة او الجيش ان هو يحافظ على بلده طبعا المواطن ليه دور الأساس هو البيت فطبعا لازم للاباء ان هما يغرزوا حب الوطن في قلوب اولادهم علشان الاولاد لما يكبروا طبعا يكون في قلوبهم الوطن في قلوبهم ويحافظوا عليه وطبعا يكون هما يكونوا الحمل اول للوطن يعني الحمل اول الوطن وان هما يدفعوا عنه ويكونوا صورة جيدة لمجتمعهم حنيجي بقى لحضرتك يعني دايما ما ينفعش نتكلم على الناحية السياسية من غير ما نتكلم على الناحية الدينية فطبعا الأمن والأمان من الناحية الدينية في الإسلام فعايزين حضرتك مولانا تكلمنا عن النقطة دي بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبقوص رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن من أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى على البشرية أن جعل لهم نعمة الأمن والاستقرار فبدونها لا يهنأ بال الإنسان ولا يعيش في طمأنينة ولا تطمأن له العيش في الحياة لأن الأمن والأمان هو مقدم على طلب الطعام والشراب نعمة الأمن والأمان حضرتك مقدمة على طلب الطعام والشراب فالأمن هو مطلب الناس كافة ولا يعرف قدر نعمة الأمن والأمان إلا من حرمها أو فقدها أعاذنا الله عز وجل من ذلك فالأمن هو خير ونعمة واختلاله شر ونقمة فإذا اختل ميزان الأمن يا دكتورة الإنسان منه قطعا سيؤثر ذلك على كل أموره الحياتية أولها العبادة فإذا اختل ميزان الأمن والاستقرار لا يستطيع أي إنسان أيا كانت عقيدته أن يؤدي العبادة على أكمل وجه إلا إذا تحقق الأمن وساد الاستقرار عايزين برضو نخش في نقطة يا مولينا يعني بعد حضرتك ما تكملت كلمت على برضو الأمن والأمان في السنة إن شاء الله يعني حضرتك تطلع لنا من نقطة دي تخشنا على أهمية برضو بإذن الله بإذن الله فضل حضرتك الأمن مطلب كل إنسان تمام لماذا؟ حتى تستقيم جميع أموره الحياتية ولذلك فإن الخليل إبراهيم عليه السلام جعلها في مستهل دعائه فقد قال الحق سبحانه جل وعلا حكاية عنه في سورة البقرة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر يبقى هنا تقدمت نعمة الأمن على نعمة الرزق صح وإلا إذا كان الخليل إبراهيم عليه السلام دعا المولى عز وجل أن يجعل نعمة الأمن والأمان لمكة وأهلها وبعدها نعمة الرزق فأخبروني بالله عليكم كيف يخشع العابد في عبادته إلا إذا تحقق الأمن والاستقرار كيف يهنأ الخائف بلزة الطعام والشراب إلا إذا تحقق الأمن وسادى الاستقرار طيب في الأمن والأمان من السنة نذكر ونتذكر سويا كده قصة سيدنا يوسف عليه السلام أنا بحباها جدا القصة دي يعني فيها حكمة كبيرة لا بالفعل وبالذات لمصر وأهله وأهلها طبعا سيدنا يوسف عليه السلام عليه السلام لما طلب من والديه أن يدخلوا مصر دعا لهما ولأهل مصر بنعمتي الأمن والاستقرار صح قائلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من هنا حضرتك يعني نقولها لأخواتنا الأشقاء بدولة السودان كما قالها سيدنا يوسف عليه السلام لوالدي نقولها لأخواتنا الأشقاء من أهل السودان حللتم أهلا ونزلتم سهلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صح إذا ما انتقلنا إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدناها زاخرة بالحديث عن نعمة الأمن والأمان لماذا؟ لأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أولاها بالرعاية وغاية في الرعاية والاهتمام وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يطلبها في مطلع كل شهر قمري الحبيب صلى الله عليه وسلم كان في كل مطلع شهر قمري يرفع يديه خاشعا متواضعا لله عز وجل ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى فمش كده وبس كمان يا دكتور دا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذه النعمة في مقدمة النعم التي ينعم بها المولى سبحانه وتعالى على بني الإنسان حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحذر من أن الإنسان يشير ولو بحديدة إلى أخيه المسلم فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشار إلى أخيه ولو بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعوها وإن كان أخيه من أبيه وأمه دا كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يحمل السلاحة ويشهر السلاح في وجه أخيه فقال صلى الله عليه وسلم ليس مننا من حمل السلاحة علينا عايزيني نتقل لحضرتك وتقول لنا دور المواطن اتجاه وطنه بالنسبة للمواطن اتجاه الوطن يعني احترام العالم الوطني احترام النشيد الوطني اتباع قواني البلاد حماية السلطة ووحدة سلامة البلاد مع دفع الدراء بأمانة وعلى الفور حماية التراث الثقافي حماية البيئة والعمل على تحسنها ويجب على المواطن حماية المواطن والحفاظ على روح الأخوة المشتركة ثانيا من برضو فيه اللواء التعلم الجيد يعني التعلم الجيد هو بيجعل كل فرد بيقوم ببناء مجتمعه بصورة صحيحة لذلك يجب نسلح كل فرد مننا بالعلم والدين والأخلاق عشان يواجه أي مشكلة تقابل في المجتمع فبالعلم وبالدين ممكن يواجه أي مشكلة تواجه المجتمع وتواجه يعني استقرار الوطن هو كمان سلوكيات احنا بنتبعها يعني بسلوكياتنا نقدر نفرد على الآخرين ان هو يتعلم مننا يعني ما احنا نوصل ان احنا ازاي نحافظ على بلدنا فهتلاقي كل واحد بيشوف ازاي التاني بيعلم التاني او بيستمد منه حماية الوطن فلان طبعا حب الوطن ده بيبقى ثقافة موروسة طبعا من جيل لجيل فاللي بننشأ عليه بنطلع عليه فنشأنا نشأة سليمة حنلاقي ان احنا بنطلع جيل جديد وجيل بثقافة جديدة ووعي ومدرك يعني ايه موطن وازاي من مصلحتنا ان احنا نحافظ على بلدنا وننخرباش مش من مصلحتنا ان احنا نشوه شكلها يعني بلدنا جميلة وملينا حاجات جميلة وزي ما المولانا قال ان هي مفتوحة للاخوة الاشقاء فزي ما ربنا يعني ذكرها في الكرآن ادخلوا ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين وعم بلدنا آمنة طبعا في مصر طبعا دي نعمة كبيرة قوي انتميزت بها بلدنا حتى في كرآننا الكريم فمن واجب المواطن ان هو حافظ عليها وان هو زي بيته يعني ده ده آمنه طبعا لو انا ما عدتش في بيتي آمن خلاص مش هقدر اعيش مرتاح فالبلد زي البيت بالظبط منت لو خربتها منتش هتعرف تعيش في بيتك ما ده اللي حدك اللي انا واقصد اننا يعني ان المفروض كل مواطن في المجتمع ان هو بيزرع حب الوطن في نفوس اولاده وان هما لما يعني الاولاد لما يتربوا على حب الوطن لازم لما يكبروا طبعا هيحافظوا على الوطن طبعا هيبقوا صورة مشرفة الوطن هم فطبعا دور الاب والام ده دور كبير جدا طبعا في تدعم وبالنسبة طبعا في حاجة برضو ان احنا بالنسبة لعمل خير في المجتمع فالوطن لن ينهض الا بالتعاون بين افراد ومساعدة المحتاجين وده لم يتحقق الا من خلال التطوع في الاعمال الاخيرية اللي بتزيد من الترابط طبقات وافراد الشعب انت ايل بقى لحضرتك كما قولينا دينا امرنا في الاسلام ازاي نحفظ او اجبرنا على حفظ النفس البشرية وعدم ان احنا نروحها ونخوفها وان احنا واجب علينا ان احنا نعيشها في امن وامان فحضرتك بقى تعلق على الموضوع ده ازاي اولا حضرتك يعني هي مش اجبرت هي النفس الشريعة الاسلامية حفظت للنفس البشرية صيانتها وكرامتها هو ليس بمعنى اجبار انا اصد ان احنا مكبرين ان احنا نتبع دينا الله ينور عليك يعني انا مش بقول دينا هو الاكبر لا احنا مكبرين اكبرنا ان احنا بننفذ ونتبع السنة والكتاب فان احنا كتابنا ودنا بالفعل بالفعل الشريعة الاسلامية حفظت للنفس البشرية كرامتها وعدم ترويعها او تخوي فيها باي حال من الاحوال حتى ولو على سبيل الهزارة واخدر بالحضرتك سواء يعني هنقول برامج كذا كذا لا النفس البشرية ولا لا لا محفوظة من الشريعة الاسلامية وحرام شرعا ترويعها او تخوي فيها حتى ولو كان على سبيل الهزارة ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما تمام ده بالنسبة للجانب حفظ النفس طيب لا ده مش كده وبس كمان مش المسلم لاخيه المسلم حتى وغير المسلم نهى الاسلام عن ترويعه او تخويفه او حتى قتله ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة اربعين عاما يعني الانسان المسلم لو قتل واحد معاهد اهل الكتاب يبقى ايه ده بعد كل البعد عن ريح الجنة اربعين سنة ولذلك يجب على كل انسان منه ان يحافظ على نعمة الامن والامان وان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فالنعم يا دكتورة بتذهب بايه النعم بتزول بالنقم وبالجحود وتثبت بالشكر تمام ازاي نعمة الامن بتزول بايه بالنقم والجحود وتثبت بشكر الله عز وجل لذلك قال الحق سبحانه وتعالى فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموا طيب لو نعمة الامن والاستقرار يا دكتورة لا تتحقق الا بالمسئولية المجتمعية هي مسئولية مجتمعية ومسئولية وطنية يعني المسئولية دي اللي هي نعمة الامن والامان دي ايه حضرتك من مسئولية الجميع ليه لانه كل فرض مننا في هذا المجتمع عليه دور لا بد وان يقوم به على اكمل وجه مولينا الناس فاكرة ان الامن والامن ده خاص بالشرطة ومجيش بس لا طبعا احيانا ان احنا وصلنا لمرحلة ان احنا وإحنا في الشارع لو حد اتعرض لأي حاجة ما بيتدخلش دي يا باجا من اللي هو ايه حضرتك بيقولك انا لا ما ليش دعوة وانا حتى لو مثلا شايف ان هو بيسرق مكان او بيدخل عليه غصب بيقولك لا انا مش مسئوليتي فالفكرة ان احنا بنبلغ ان الدين فرض علينا مش بقولنا بفرض بس ان احنا دي ما بنتبع دينا ما هو بيقولنا احنا المفروض الامن مش على المسئولين بس لا علينا برضو يعني انا شفتك او على عاطق الشخص نفسه يعني حضرتك كفرض انا ببقى في حمايتك كجور ببقى في حمايتك نعم كفي مكان عمل انا في حمايتك نعم فلو تعرضت حاجة انت برضو يعني تحميني تقب جنبي تدافع عني فاحنا واخدين ثقافة الامن دي لفئة معينة بس دي حضرتك اللي بينسميها السلبية المجتمعية لا ما ينفعش انا اكون بشوف واحد عفوا تاجر مخدرات وما ببلغش عنه ايوه تمام ما ينفعش اشوف واحد رايح يقتل اخيه المسلم او ايا كان مين صح وروح موقفوا ما تدخلش في النص واخلق لكم كذا وكذا تمام زي ما انتقلنا حضرتك وقولنا انه الامن والامان دي مسئولية مجتمعية على كل فرض ليه؟ لانه اذا شاع الامن في امه واطمأن الانسان في مسكنه وفي عرضه وأهله وأرضه يتحقق وينعم الجميع بنعمة الامن ونذكره اخيرا يا دكتورة بانه لن تتقدم الامم الا وقد شاع فيها الامن والامان ولن تهنأ الاوطان بالرخاء الا اذا كانت في جو امن مولينا في عقوبة في الاسلام للسلبال المجتمعية؟ لا هو مش حكاية انه عقوبة ولكن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال ما نرأى منكم منكرا فليغيري صح صح ده هو الموجود ولكن كون انه احنا نسير وكل واحد لا خليني في نفسي وخليني في كذا وكذا وكذا يبقى بكرا حضرتك اللي انت شفته النهاردة من تاجر المخدرات هتلاقاه في البيت عندك صح لو واحد اتقتل اعازان الله هو اياكم ممكن يكون ابنك ممكن يكون اخوك كذا كذا استاذا سهير حضرتك توجهنا رسالة اخيرة عشان نختم الفقرة ونختم برنامجنا انا طبعا بتمنى ان كل فرد في المجتمع يكون متعونين مع بعض وان هم يحبوا وطنهم وطبعا النشأة انا برضو بقرر تاني ان نشأة البيت اهم حاجة هي الاساس لان لما انت تعلمي اولادك حب الوطن والحفاظ عليها يعني طبعا هم لما يكبروا طبعا الوطن ده يبقى في قلوبهم وهيخافوا عليه وحفظوا عليه وطبعا يعني هيكلموا عليه بصورة ايجابية وكده وهيبقى حاجة مشارفة لبلدهم طبعا بنشكري جدا من استاذ سهير نورتينا وشرفتينا مولانا كلمة اخيرة حضرتك توجهها يعني نتقدم بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي امر برضو بفتح الانفاق لاخوتنا الاشقاء من دولة السودان وبنتقدم برضو للشكر للشعب المصري الاصيل اللي دايما يعني بيشرفنا وبيستقبل ايا كان من الجاليات الخارجية سواء الاجنبية او الدول العربية الناس لما بتدخل مصر حضرتك يا دكتورة دائما بتسني على ايهلها خيرا واحنا طبعا ليس يعني بعيدا عن ذلك نورتني يا مولانا نورتني وشرفتني حضرتك مصر حتفضل بلد الامن والامان اتكرمت في الكرآن وحنفضل عايشين في سلام حتفضل بلدنا مفتوحة للاخوة الاشقاء فلسطينيين سوريين عرقيين ليبيين الاخوة الاشقاء السودانيين مصر حتفضل قد الدنيا وكل الدنيا اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم واتشرفت ان انا كنت معيكم النهاردة اتمنى ان انا اتمنىكم تنتظروني في حلقة قادمة ان شاء الله من حلقة جديدة من مصر اصيل كانت معيكم دكتورة رشعالي تحياتي اشتركوا في القناة